اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه انت بتستقصي اخبارك اكيد مستقدرك موسوقة ومعنا شك بس اليوم بفقرتنا انت ببرنامجنا بموضوع عداسة البابا بموضوع عداسة البابا ضروري جدا تكون الاخبار موسعة نعم وانا حتى عبر كل الشاشات عندي كل الاستعداد انه حدا يقلي من وين هالخبر انا كله موسع ما بيستنبط خاصة بما يتعلق بأداسة البابا والكرسي الرسولي ممنوع الاستنتاج حيث ان احنا تعلمنا بمدرسة الاعلام بالكرسي الرسولي نعم فبالعودة الى المواضيع العديدي اللي بدنا نترق الى اليوم في عنا اول شي نحنا مدخلنا الاساسي هي تعليم البابا بالمقابلة العامة نعم فمتل ما صرتوا عارفين مشاهدينا انه نحنا سرقلنا على مدار ثلاثة السابيع عم نتابع مع عرسة البابا الموضوع يلي هو العنوان الكبير التمييز وحكي اول يوم باول مرة عن شو هو التمييز تاني يوم حكي عن الصلاة وبالتالت مرة بلش يحكي عن عناصر التمييز واليوم بحديثه عن عناصر التمييز حكي موضوع اساسي اسمه معرفة الزات ومعرفة الزات بالنسبة للحبر الاعظم هي اساسي هادي اكيد من عندي مش من عندي البابا اذا نحنا بنرجع للشي اللي كان يقوله الفيلسوف السوقراط كينش عارو اعرف نفسك ايها الانسان نعم كنتوا توا معم و بهالإطار عطى قديس البابا شرح مفصل قال اصعب شي الانسان يفكر يتعرف على غيره بدون ما يكون يعرف حاله واصعب شي الانسان انه ما ينظر الى ماضيه واساسي كتير انه هالمعرفة للزات هي اللي بتعطي الطمأنينة والراحة نحنا عم نعيش بمجتمع في كتير من القلق في كتير من اللجوء الى الخبراء النفسيين نعم في كتير من اللجوء الى المهدئات ومننسى انه المهدئ الاول هو الله والبابا بيعطي عن اختبار القديس اغسطينوس وهتبقول قديس اغسطينوس ادايت كل العمر فتش ولم من الايتك ارتحته فيك يا الله فاذا اكتشاف الله بداخل الانسان بالنسبة للحبر الاعظم بارع بتعليمه هو مصدر راحة وغياب الله العكس هو مصدر قلق نعم وقديس البابا بيحكي عن معرفة الزات حتى بصغاء بالامور الصغيرة وحتى معرفة الزات من خلال العقبات يعني انا بدي شوف شو العقبات يلي عم بتأخرني عن التعرف الى ذاتي ما استحي فيها واكبر انسان بيفشل هو يلي بيخبي حقيقة حاله عن حاله بيكونوا كل الناس عارفين حقيقته وهو ما بدي يعرف حقيقته وبيقول الحبر الاعظم معرفة الزات تؤدي الى توثيق العرى بين الناس مش ناك بيقول البابا اول شغلة الخطيبين لازم كل واحد منهم يخبر التاني عن كل ماضيه ما نخجل بماضينا عنا كتير قديسين كبار بالكنيسة ما خجلوا بماضيهم الديس اغسطينوس يلي البابا بيرجع لهم بيرح ويخبر هو خبر عن كل ماضيه وقتنا دايق نخبر شو ماضيه الديس اغسطينوس بس المشاهدين كتار منهم بيعرفوا يعني كان منغمس لشوشته بالخطيئة ولم نعرف ماضيه فمشناك نحنا بيقول البابا انه انا صحيح في كلام مربولوس اللي بيقول انسى ما ورائي وانبسط الى ما هو قدامي ولكن هذا الوراء ما بحق اللي غمض عناية علي مشناك بيقول كنا عمناك عن موضوع الخطاب بقول الخطاب يخبروا بعض كل شي فرحلة الخطوبة هي فترة مش تالآخر يكتشف ما عندي خليني انا بلش بما عندي وعلى الآخر استقراء الواقع و ديس البابا بينهي حديث مبارح عن موضوع التمييز من خلال معرفة الزات بالتشديد على انه منش نقدر ميز كتير منيح ما هو لي وما هو علي وما هو لي وما هو لكم وما هو لي ولك انا لازم اعرف حالي بيقول معرفة الزات مدخل اساسي الى تحقيق العدالة و كأنه الحبر الاعظم بده يكمل معنا مشواره متل ما سابق وقلنا بحلقة الاولى وانا بشكر صوت المحبة وبشكر ازاعتي فيت شاريتي وكل المحطات على هالتعاون اللي عم بيقوم ميني وبينكن من جديد علما متبقلت باول لقاء انه موضوع شوي صعب عم بحاول قد ما بيقدر بسط بس ما منقدر نحنا نطلع من كلام البابا نعم وحتى لنعقب على كلام البابا كمانا كتير صعب علينا اللي عم بيقولوا حقيقي وجوهري وبهذا العمق وبهذه البساطة نحنا عم نحاول قد ما منقدر لنفهم لأنه اليوم أبونا نحنا شوي مش عم نفهم شوي كتير ما بعلي مش رأيك أنا قلت ما قلنا حق نستنتج من عند كلام البابا نعم نحنا علينا أن ننقل كلام البابا بلغة بسيطة بلغة هيني ومنحاول قد ما منقدر نربط ما يقوله الحبر الأعظم بالواقع نعم والبابا هو إنسان واقعي جدا وإذا رجعنا نحنا شوي لورا يوم البابا حكي كلام يوم الأحد كان كتير مغضوم تعرفوا مشاهدينا أنه البابا اليوم أحد بيطلع صحة الإديس بوتروس بالفاتيكان قدام بالصيف فينا نقول عشرات الألاف من المؤمنين بالربيع وبالشتي بتصور تمام بيلغ كتير ألاف المؤمنين بس كل أحد في موعد أسبوعي مع المؤمنين أو بيطلي صلاة التبشير الملائكي حسب الزمن التأسي أو صلاة إفرحي يا ملكة السمن لأحد الماضي يبقى بحكي موضوع كتير مهدوم موضوع إنه ما نطول بالصلاة يعني بيقول البابا أنا أشجع المؤمنين في ذلك كل موضوعه لأحد على تكرار الصلوات الصغيرة مثلا يا عدرح أو بيقول البابا شو حلو بس قوع من النوم فتح عنايه بيقول بشكرك يا رب على هالنهار الحلو بيقول هايدي صلاة قد تكون مقبولة عند الله أكتر من صلاة تخير لش ثلاث ساعات نعم مثلا بيقول البابا في صلوات يا ملاك الحارس ساعدني والبابا عنده كتير إكرام للملاك الحارس بيقول هايدي صلاة أنا عم بستنجد بملاك الحارس و بذكر بهالإطار إنه البابا كتير كتير متعاطف وقريب من المسنين نعم يعني بيقول البابا هو يلي أنشع اليوم العالمي للمسنين يلي نحن نسميه اليوم العالمي للجدود للأجداد نعم يلي هم بيحتفل فيه بـ 24 تموز من كل السنة ف بيقول يمكن فيك بارب العمر ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا هاودي مين بيقلنا إنه صلاة منا مقبولة أكتر من صلاة دكتر عم بيقرأ كل جملة ويسطر تحتها طي يرجع يفتش سيونير أنا بيقول صلاة البسطاء هي صلاة مقبولة عند الله وإلى حد معين كان البابا مرة أنب الكهنة يلي بيتوجهوا بالمليمي إلى أشخاص عم بيصلوا بالكنيسة صلواتهم التقوية بدون ما ندخل بتفاصيل بس للإشارة البابا بيقول وقلتها مرة الماضية مين بيقلكن إنه صلاة هايدي الختيارة القاعدة بآخر معهن بالكنيسة الحاملة مسبحتها وعم بتصليها يلي خوارنا كتير وأحبار وغيره وغيره بيمتقدوها نعم بيقول ليش بيكتصلي المسبحتك بالكنيسة بيقول ما بيقلكن إنه عند الله صلاة هذه العجوز ليست مقبولة أكثر من صلاتك والبابا كأنه وقته بيقول تذكروا منيح مثل الفريسي والعشر وبيقول كم وكم وكم من الروح الفريسية متغلغلة بالمجتمعات الإكليريكية وبيشنا هيك البابا بنيت صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد قمين أطلق صرخة صرخة وكان عشية الاحتفال باليام العالمي للغذاء أو للتغذية صرخة للحد من الجوع نعم وقال إنه كتير مشكلة كبيرة الجوع وخاصة موت الأطفال جوعا وحدث كتير مهم وهون بنرجع لزيارة السفير لاستقبال السفير البابوي البابا قالها بصريح العبارة برسالته بمناسبة اليوم العالمي للإغذاء أو للتغذية الأمم المتحدة لشو شو عم تعامل من شنهاك البابا بيقول الأمم المتحدة برهنت أحداث السنوات الأخيرة إنه عند عقم بأداء بيقول أنشئت الأمم المتحدة من شين بعد الحربين العالميتين اليوم نحن بحاجة وهيدا كلام جريء إلى إعادة نظر في شرعة الأمم الأمم المتحدة لأنه منه عم بيكون دورة حاسم بإحلال السلام وللتذكير الكرسي الرسولي حاضر بمنظمة الأمم المتحدة من خلال مراقب دائم وكلام الحبر الأعظم وكأنه رسالة إن شاء الله يسمعها أو يقراها الأشخاص يلي لازم يسمعوا المعنيين كمان البابا ما قال البابا إنه بدي يترك الأمم المتحدة ولكن قال برهنة الأحداث الأخيرة إنه الأمم المتحدة وكأنه البابا ما قال هذا الكلام لي بس أنا عم بقرأ فكر البابا لا طعم ولا لون لا للأسف يعني اليوم نحن عن جد الأمن الغذائي مهدد بكل العالم وأدي فيه أطفال عم بتموت من الجوع وناس عم بتموت من التخمة ما بعرف كمانا وصناعة الأسلحة بابا كتير سائر على صناعة الأسلحة نعم هذا التناقض اللي معبى الدنيا ومعبى الكون على أمل نهتدي نهتدي من التعليم من الحكمة من القدرة على التمييز من معرفة الزيت بنرجع لكل هذه الأمور اليوم مع عديسة البابا عن شو ما عمدتك لحتية عم بدهم عمنا خمس دقايق معنا أكثر خمس دقايق بالكيد بدنا نحكي عن استقبال السفير الباباوي نعم أكيد نحنا فرح كبيري كانت للبنان وعلى الرغم من كل الأحاديث والتوقعات إنه البابا نقل السفير الباباوي في لبنان الله يوجه له الخير ومثل ما قلنا صديقنا الكبير المطران جوزابي سبيتيري إلى المكسيك ورح يصير في حالة شغور طويلة بالسفارة الباباوي نعم ولكن محبة الكرسي الرسولي إلى لبنان ومحبة البابا ما بتقبل إنه يكون فيه شغور شناك فينا نقول هالأشخاص يلي كانوا عم بيقروا بأفكار البابا كانوا مش عارفين شو محبة البابا للبنان فبعبع عشرين أيلول الماضي هديسة البابا فرانسيس عين صديق كبير للبنان كان موجود بلبنان هو المطران باولو بورجا يلي نقله من جمهورية شاطئ العاج أو الكود ديفوار يلي بيعرف اللبنانية منيح كتير أو نيك وفي وجود لبناني كبير نعم إلى السفارة البابا ويهي بلبنان وكان فيه إصرار عادة عادة قبل ما ييجي السفير تيقدم أوراق اعتماد وبعد تعيين ويعمل زيارات الوضع كانت تخذ لها شي شهرين نتذكر نحن هلأ كتير سريع المطران سبيتيري يعني تعيين أخذت لها لصة شي شهرين تأجي على المين نعم أما مع المطران بورجا من 24 أيلول لا 19 تشرين الأول نعم وإن شاء الله بالساعات المقبلة مش عم نقرأ مش عم نتنبه نعم بيصير تقديم أوراق الاعتماد للمراجع الرسمية بيتقدمها في حامة رئيس الجمهورية وبيسبقها زيارة وزير الخرشي نعم فالمطران باولو بورجا وصل المبارع على لبنان بالسلامة حتى يستلم مهماته ومنطمن المشككين إنه السفارة البابوية لا تعرف الشغور ولن تعرف الشغور ولن تتخلى عن لبنان إجينا سفير بابو بمحب نعم ناشط بيعرف لبنان بيعرف عدد اللبنانيين مش بحاجة حدا ندله على لبنان يعني مبارع كنا سوا بيعرف الطرقات بيعرف أسيم المدن وكانت لفتة كتير حلوة مبارع من قبل مستشار السفارة المنحيي المونسينيور جواني بكيري يلي قعد استقبال بليق بالسفير البابوي الجديد يعني كيف بيكون أبو نجان الاستقبال؟ بمطار بيروت الدولة نعم كان في ممثل عن وزارة الخارجية مديرة المراسم المستشارة السيدة عبير علي كان في ممثلين عن بطاركة الكنائس الكاسوليكية كان في شخصيات بينه الشيخ وديع الخازن مع علي الوزير وعميد المجمع المجلس العام المروني وكننا نحن كوسيلة إعلامية وجرى الاستقبال وكان حلو كان في جوءة الجوءة الأنطونية يلي قدت بثلتين كتير حلوين وهذا مهمة يعني يلي ما بيحب يقرأ ما يقرأ بس بيحب يقرأ مهمة أنه مطار بيروت الدولة يعني اللبنان بعد عنده هويته المسيحية نعم يعني رتلنا انشوتتين كبار وكان فيه كتير جوء حلو قدت الجوءة الأنطونية ترتلتين حلوين ومن بعد ما حيى السفير البابا والمستقبلين أو تاع عمبالي كان فيه كمان إلى جانب المطارني مندوب عن مجلس الرؤساء العمين والرئيسات العمات انطلعنا إلى حريصة مقر السفارة وهوني كان الاستقبل الحلو كان فيه على المدخل زفة كفردبيان كان فيه كشيف عطاري اللبنانية أبونا بس لأ طلوا حبابنا طلوا أهلا بطل نعم ما كان فيه أكثر من هيك لا لا بعدين كان فيه الكشيف نعم عم يستقبل بعدين هون كان فيه عشد كبير من المطارني والرؤساء العمين والرئيسات العمات ولفتني تقريبا وجود أكثر من مئة شخص يعني بدون بصفات رسمية مدنيين يعني بدون بصفات رسمية أنا ما بدي أنا فوت بأي معيار عم بقول أشخاص محبين وأنا بتصور غالب يتولز بكونوا من درعون ومن حريصة ومن المناطق المجرح أهل المنطقة يعني ما بعرف أنا أم خبري عادة بتصير أبو ناجم مارون هذه المرسيم بهذا الشكل هذا الاستقبال إنه نحنا حلوي هايدي تعبير عن فرح وعن محبة لأنه السفير البابوي يلي جاي من بلاد غريبة بدنا نرحب فيه بدوا يعرف إنه هايدي بلاده هو رح يكون موجود نعم فمن بعد الاستقبال وحرص السفير البابوي هاي بحب أقولها للنس يلي أوقات بعلهم نخيرهم نحنا عنا شغلة أوقات شو بعرفني بدون ما فوت ب مني عم بنت إيد بيوصال شي شخص شو بعرفني بكون متخبينه شي 700-800 شخص هيدا ممثل البابا بيوصال بيطرقنا كشي بحي الناس وبيقطع السفير البابوي مبارح المطرانب باولو بورجا نطر المطرين والرؤسة العمين والرئيسات العمات بالكنيسة تسلم على كل واحد من مستقبليه شوفوا يا جماعة التواضع و مش عن قلة احترام للموجودين طبعا طبعا لا احترام للكل لأن هاي الناس اللي نقيمتون نعم بعدين طالبوا من اللي تقطوا صور معهم يلا يتعلم نحنا شوي التواضع تقطوا صور معهم أنا عم بقل له الناس نطرين جوه مهم مهم قال لي يعني مش شغلك هايك هلقد بيصراحة نعم بقال لي شيها بس أنه أنه هاودي الناس يلي يسوع قال دعوا الأطفالة يأطونا إليها من حقهم يلي تكبدوا المشاقة وإجوا لعندي أن يحترمون نعم 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 فتنا على الكنيسة استهل مستشار السفارة البابوية الكلمة بثلاث جمل بالعربي مهضمين وقال له نحنا شباك السفارة بيطلع سيدة حريصة بدنا نستودعك لسيدة حريصة ونحنا كتير ساعدين وبيقول المونسينيور بيكيري بيقول أنا من وقت يلي تبلغت قرار تعيينك بـ 24 أيلول بنلشت كل يوم صلي على نيتك وأدس حتى تنجح بمسؤوليتك ورد علي السفير البابوية الجديد المطران باولو بورجا بكلمة كمان من القلب باللغة الفرنسية السفير البابوية يطمن أربع لغات حديثة عربي عفوا إيطالي هو تلياني فرنساوي إنجليزي سبانيولي فرد بكلمة حلوة بالفرنساوي قال أنا مبسوط كأنني رجعت عبيتي أنه كان بالألفان وعشر أو ألفان وثلاثة عش بيه حريصة نعم بالسفارة البابوية وحكي عن إنه محبة الكنيسة وقال أنا بنقلكم تحيات أمانة سر الدولة لأنه ما قدرت تشوفوا لقديسة البابا نظرة لديء الوقت ولكن بوعدكن إنه قريبا جدا نحن نقلكم بركة قديسة البابا بالمباشر وطمع نطول كتير وقتنا عم يركض مفروض نقول الحقيقة كان في أربع جوءات كنسية بالشبال طبع السفارة البابوية قدوا ترتيلة جوءة الإكليركية البطرياركية المارونية جوءة داير سايرة بزمار للأرمن الكاسوليك جوءة بطرياركية السريان الكاسوليك أو الإكليركية ما بعرف وبعدين كانت جوءة الرهبانية المخلصية قدوا أربعة ترتيل حلوين وبالنهاية أقيم حفل الاستقبال على شرف مستقبلي السفير البابوي نعم يمكن نحنا خلينا ننتظر شوي بركي بيتكرم علينا شيون بمقابلة على تيفيد شاريتي إن شاء الله وساعتها هو بيخبرنا شو عنده أنا ما فيني يقول شو بشريعه لأنا ما بعرف شي نحنا بتصور يعني هل قدي وقتنا بيسمح لنا و منخبركم إنه قريبا جدا قديس البابا رايح على البحرين للأسبوع المقبل هيدا الزيارة إذا قال راد بتكون معنا الخميزة المقبل وإن شاء الله بنقدر نحكيكم عن زيارة البابا بالتفصيل بتكون فقط عن زيارته إلى البحرين نعم أنا بدي أشكرك أبو نجام مارون الهاشم المريمي على حضورك معي لليوم بها الفقرة الغنية جدا أخبار البابا وما حول البابا وجيك بساعد على الإغناء أغدني واستفيد وإن شاء الله اللي عم بيشوفونا كمان يغدني واستفيد يعني بوجك أنا بنقول إرتياح المشاهدين نشكر الله الحمد لله الحمد لله وبرجع بكرر وبقول رجاء أنا ما بحب لحق السالونيت ولا أي شي اللي عنده أي حق يستوضح يسأل إدارة تيفيد شارتي بتعرف رقمي بتحكي معي بتقول لي أبونا مين قالك على القصة نعم أنا ما عندي أخبار غير موسق يعني أنا عندي من الإستقا أنه اللي عم نسمعه منك هو هو الصحيح هو هذا هو اليقين اللي بدنا نحن ناخده لأنه اليوم تعليم البابا فرانسيس بده يوصل لكل الناس وكلمته بدأت تغنينا مش بدأت هيك تعيشنا بغير عالم بدنا نكون عواقعيين على الأرض متما هو واقعي وبدأوا على كل هذه المواضيع شكرا اليوم من الأسبوع المقبل إذا ألا راد نهار الخميس نكون نحن وياك ما تنسوا تصالوا صلاة صغيرة فألوابك اليوم أحد بستوعوا أو أنتوا عطرين على السيارة يا عدرة رفقيني ودفوار طبعو لكون نعم معرفة الزات واكتشاف الزات ومنعطيكم موعد الأسبوع المقبل بإذن الرب إذا ألا راد أنا بدأ أشكراك ومنتابع نحن وياك ونحبقنا بآخر فقرة من برنامجنا مع اختصاصية التغذية ماري ترزعي تنضوي على موضوع اليوم ترجمة نانسي قنقر